ديوان الرقابة المالية والإدارية يواصل ديوان الرقابة المالية والإدارية تنفيذ مهم التدقيق الاستقصائي والتوسع بها بحسب الحاجة والمتطلبات كإحدى الأدوات الرقابية الواقعة ضمن اختصاصاته وأظهرت أحدث الإحصاءات أن الديوان أنجز إلى الآن 11 تقريرا استقصائيا جملت العديد من الجهات المشمولة برقابته فيما ينفذ حاليا مهمتين جديدتين بهدف رفع مستوى وأساليب حماية المال العام من خلال مساعدة الجهات المشمولة بالرقابة على سد الثغرات وتعزيز الأنظمة لتلافي وقوع المخالفات والتجاوزات بشكل استباقي يواصل ديوان الرقابة المالية والإدارية تنفيذ مهام التدقيق الاستقصائي باعتباره إحدى الأدوات الرقابية الواقعة ضمن اختصاصه الهادفة إلى تقديم توصيات للجهات المشمولة برقابته لسد الثغرات وتعزيز الأنظمة وبالتالي تلافي وقوع المخالفات وأكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أن الديوان سيواصل تنفيذ مهام التدقيق الاستقصائي والتوسع بها بشكل أكبر مع الاهتمام بتعزيز القدرات من خلال مراجعة السياسات والأدلة التي تحكم هذا النوع من التقارير وبشكل دوري إضافة إلى تحديث وتطوير الأدوات التقنية وزيادة جرعة تدريب الموظفين ليكونوا قادرين على إتمام المهام بحرافية ومهنية عالية وأشار رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى أن التوسع يرتكز على وضع خطة دورية لمهام التدقيق الاستقصائي وللسناد إلى البلاغات المستلمة من خلال القنوات المعتمدة كالموقع الإلكتروني البريد الإلكتروني الرسمي الهاتف والرسائل كأحد مصادر مواضيع مهام التدقيق موضحا أن التدقيق الاستقصائي وهو أحد الأدوات الرقابية الجديدة والفعالة ثبتت جدواه بالدليل والتجربة العملية كما يمكن الاعتماد عليه في تطوير أساليب الرقابة وإعطائها بعدا فنيا أكثر اختصاصا وعمقا ينعكس على النتائج كونها تعمل كمنبه يسبق قوع الخلل والتجاوز ما يعني تطبيقا حرفيا وعمليا لحماية المال العام والتحقق من حسن إدارته ويعرف التدقيق الاستقصائي بأنه ممارسة رقابية متخصصة تهدف إلى كشف حالات الفساد والاحتيال ذات الطبيعة المالية والإدارية حيث يتضمن تقديم تقارير بنتائج تلك المهام إلى السلطات القضائية وأجهزة الدولة والجهات المختصة مع وضع الحلول والتوصيات التي تكفل تلا في وقوع التجاوزات ترجمة نانسي قنقر